كريم كريم فاروق الاخترع او العربية تمشي بالمية والملح كريم طلع حقا قصته بالكامل وازاي جاب خمسين في المية وملحة فيزياء في السنوية العامة ورغم كده ما وقفش ويكمل وعمل بيزنس لدرجة انه دلوقتي عنده شركة شغالة في مصر والسعودية والامارات كريم بدأ يحلم منه هو عنده عشر سنين وفضل يكبر الحلم ده لحد ما بقى حقيقة وبقى رجل اعماله هو لسه عنده واحد وعشرين سنة بس طيب تفتكروا كريم عمل كده ازاي في السن الصغير ده معينه كان جايب في السنوية العامة خمسين في المية واساب الجمعة وماكملش تعليمه خليك معايا في الفيديو ده وانا هقول لك كل اللي عايز تعرفه وأكتر حكاية كريم فاروق بدأت لما كان لسه صغير عنده عشر سنين بس كريم كان مجنون بالالكترونيات يعني بدل ما يلعب زي اي حد في سنه كان قاعد يتعلم ويفك ويركب في الاجهزة ومش اي حاجة ده عمل اول سيكيوريتي سيستم وهو لسه صغير عنده حوالي 12 سنة ولما وصل 13 سنة قال يعمل ايه؟ قال يعمل عربية بالكهرباء وده كان وقتها حاجة غريبة يعني مش لعبة دي عربية كبيرة بس طبعا زي اي اختراع لازم يواجه مشاكل العربية كانت بالتفضى بسرعة فكريم قاعد يفكر ازاي يحل المشكلة دي وهنا جات الفكرة الجندة بتاعت كريم قال من استغنى عن البطارية خالص وانشغلها بالمية والملح الفكرة دي خلت كريم يدخل مسابقات كتير جوا مصر وبر مصر وكمان خد جايزة على مستوى الجمهورية بس المشكلة ان اهل كريم كانوا عايزين ويبقى مهندس وخلاص يعني الراجل عامل اختراع واهله لسه مش شايفين انه ممكن يكون اكبر من مهندس كريم ما اسمعش كلام حد وفضل ماشي في طريقه وراح قاعد مع الهيئة العربية للتصنيع في 2018 وهو لسه عنده 14 او 15 سنة واشرح لهم الفكرة العربية بتاعته وفي نفس السنة خد براءة اختراع على العربية تخيل واحد عنده 15 سنة معه براءة اختراع بس هنا جات المشكلة التانية السنوية العامة كريم ما كانش طيق يذاكر ولا يروح دروس وكان شايف ان التعليم الروتيني ده مش هيفيده وانه عايز يتعلم حاجات جديدة وفعلا بدل ما يذاكر راح عمل ايه عمل اول تطبيق في مصر لطلب الوينش لما عربيةك تعطل الفكرة دي كانت جديدة جدا وخلت كريم يطلع على تلفزيون والفيديو بتاعه عدى العشرة مليون مشاهدة ومن هنا جالوا عروض كتير يبيعوا التطبيق ويباعوا فعلا بعد كده كريم قرر يدخل عالم البزنس يعني الراجل وهو عنده 18 سنة كان بيفكر ازاي يكبر شغله طبعا في السنوية العامة جاب 50% وملحق فيزياء بس ده ما منعهوش انه يدخل هندسة في مودرن اكاديمي بس للأسف حصلت مشاكل في الجامعة بسبب مشروع كان شغال عليه مع ناس من الادارة والمشروع ماكملش وكريم قرر انه ميروحش الجامعة تاني وشاف ان التعليم الاكاديمي روتيني ومش هيفيده وقرر يعلم نفسه بنفسه ومن هنا كريم ركز اكتر في البزنس فتح كذا براندو عمل شركة اسمها اني ميكا بقلها ثلاث سنين شغالة في السوفت وير في مصر والسعودية والامارات ومؤخرا دخل في مجال الروبوتوكس اللي هو الهارد وير والسوفت وير مع بعض وعمل عقد مع مؤسسة حكومية كبيرة جدا الحقيقة ان قصة كريم دي بتورينا ان الابداع مالوش سن منه هو صغير وهو بيحلم ويخترع ويبتكر رغم انه الظروف ما كانتش سهلة الا انه فضل ماشي في طريقه في الاخر كريم فاروق ده مثال للشاب المصري اللي عنده افكار وطموح بفكرنا ان مش لازم نمشي في الطريق التقليدي علشان ننجح ممكن نحلم ونبتكر ونعمل اللي احنا شايفينه صح حتى لو الناس شايفاه غريب ومين عارف يمكن الفكرة اللي انت شايفها مستحيلة دلوقتي تبقى هي اللي هتغير العالم بكرة